نظرة حيرة ودموع حسرة وألم سقم وفاقر هو كل ما تملكه أم نور التي تسكن في بيت استأجرته في قضاء الدجي لجنوب محافظة صلاح الدين تقول أن مرضها مزمن يحتاج إلى علاج والعلاج يحتاج إلى المال وإلى من يعين تمرضت حال تحيل صارت خاطرة قبل ثلاث سنوات جابوا للدكتور للبيت جابوا ليه لجوارين يعني شافوني حال تحيله ونورة طلعت على الجيران وجابوا ليه دكتور عارف للبيت العلاج يريد واني ما عندي يعني يا دوب هل يجبوا ليه للناس الطيبين الالية والبنيتي ما عندي أحد ما عندي غير الله والناس الطيبين اللي يشوفون حالتي يعني أنا وضع تعبان بشكل من كل شيء أنا وضع تعبان من الحالة المادية من راحتي من يعني ما أقدر يعني طلع ما أقدر أطلع وشايف الدنيا شنونها بعيني نور هي الابنة الوحيدة والتي لم تتعدى العاشرة من عمرها تحملت مسؤولية رعاية أمها حتى أنها حرمت نفسها من الدراسة لتبقى معيلة لها بعد أن غاب عنهما المعيلة أساعد ماما بكل شيء مترستي كانت شاي سوي لها مثل ماما أغطيها آني حرمت من المدرسة من العبوية صديقاتي أريد الحكومة والناس الطيبين الساعد ماما ما عندي غير الله وهي هي الكل شيء يعني باليال إذا تسمعني أون تحس عليها هاما مش بيش أقولها ماما ناما ما بيش شيء يعني هي التفرش له وهي اللي تقطينه وهي اللي تلمفراشي جيران أم نور الذين طالما عانوها على مستلزمات معيشتها ناشدوا التدخل الحكومي لعلاجها وأجراء عملية جراحية تعيد دبيب الحياة لها ولبيتها ما عدتها فرد مرة لا راتب لا فرد شيء يعني أنطالب الحكومة أنطالب الناس الخيرة وين الحكومة ليش يعني يعني عائفة الناس الفقراء هؤلاء هيت عواء الفقراء يعني ما عدتها ليش أنطالب الناس الخيرة بالصحة يعني يعني يعاجون هذا المرض يحتاج لها عملية كبرى وما عدتها يعني بس إحنا الجيران جاعد نساعده نقدمي لها اللي نجيبين لها اللي الله مكننا مثل الطحينات مثل مخضرات مثل غير جاي ننطيه حال يعيد نفسه باختلاف الشخص والأماكن أم نور بمرضها وفقرها وغياب المعين لها مقعدة لا حول لها ولا قوة ناشدت وتأملت الاستجابة من صلح الدين فراس الحسني أتغي يرأ